ايه هو بقى الخرس الزوجي وبيحصل ليه؟ الخرس الزوجي هو حالة صمت بتحصل نتيجة حدوث جمود في العلاقة الزوجية بين الأزواج يعني هما بيقولوا أنه لما الأول في الحياة الزوجية الأول كان بيبقى فيه مشاعر متضفقة كان كل شخص من الآخر بيبزل مجهود عشان يسعد الآخر بشكل أو بآخر كل إنسان في العلاقة الزوجية بيحاول تقرب للآخر بالشيء اللي بيحبه في بداية العلاقة الزوجية فجأة بعد مرور عدد سنوات وممكن مرور عدد شهور عدد شهور يحصل لكن الأشهر يقولك هرشة السنة السبعة يعني حتى في سنة 1955 كان فيه فيلم كده كانت عاملها ماردين منرو بتكلم فيه عن هرشة السنة السبعة الملل اللي بيصيب الإنسان طبيعي أي حد في الدنيا بيصيبه نوع من الملل لكن أنت عايزة تقولي يعني ايه خرس زوجي؟ يعني صمت صمت بيهدد العلاقة الزوجية يعني ايه صمت؟ طب تقولي لي ممكن تقولي يا دكتور ما فيه رجالة أو فيه ستات بطبيعتها هادية أو صمتة لكن هنا بقى احنا بنتكلم في الحلقة بتاعتنا عن الخرس الزوجي المقصود اللي هو عدم وجود حوار بين الأزواج بين الأزواج يعني لو الراجل فيه طب ده بيحصل ليه دكتور؟ ده بيحصل لأسباب كتيرة جدا جدا طبعا هنتكلم فيها بإيجاز يعني أول حاجة بيحصل أنه ممكن تكون الزوج أو الزوجة في التنشيئة بتاعتها في داخل الأسرة البيت بتاعهم كده يعني دايما لو راحب يشوف أطفال بيتكلموا أطفال اجتماعيين بيقولك ده بابا ومامته بيكلموا كتير وبيكلموا معاك كتير بيكلموا معاك كتير فيه لغة حوار في البيت فيه ألفة فيه حب فيه مواد بيحصل طبعا نتيجة لظروف كتيرة جدا من أهمها طبعا أنه كل واحد كل طرف من الآخر بعد فترة من الزوج بيكتشف دي من دم الأشياء المهمة أنه مش ده الطرف اللي هو كان عايزه أو كان يعيش معاه بيتصدم فيه بيحصل فجوة هو ده اللي كان بيعمل معايا كده في الأول هي دي اللي كان بيعمل معايا كده في الأول هي دي اللي كان بتسمعني ما بتقطعنيش في الحديث ما فيش حوار التصرفات بتتغير يعني تغيير تصرفات الطرفين بتأدي أيضا للخارس طبعا لعدم وجود المؤسسة الجميلة بتاعت البيت لعدم وجود الأطر اللي هما اتفقوا مع بعض عليها يعني مثلا من زمان كانوا يقولوا ايه في بعض ما حدش ينام زوجه زوجة نايمين وكل واحد شيء وهم زعلنين لازم يصفوا الشيء بأول بأول لكن للأسف الخناءة الزوجية بتحصل وبتفضل مستمرة آه بينتيل شكل بتاع الخناءة بس بيبدروا شايلين من بعد كل واحد حاطة ترقومات سلبية ده سبب من ضمن الأسباب من الأسباب التانية ضعف الحوار أو التواصل بمعنى إيه إيه اللي بمخليش فيه تواصل بين الاتنين ضعف الإمكانيات الزهنية لكل واحد فيهم يعني واحد يعني إزاي يعني محدش يعني مثلا زوجه زوجة كل واحد ثقافة مختلفة بين الاتنين كل واحد اهتماماته مختلفة بين الاتنين ما بيلتقوش عند بعض في الفكر دايما في أيام الأولى يعني هما ما كنوش عارفين ان هما مختلفين قبل ما يتجولوا للأسف لانه بيغلب عليه طبع المشاعة للمتدفقة كل واحد بيعزف على الاوطار الحساسة للاخر عشان يتقرب من الطرف التاني وخلاص بقدر النظر ان هو بيضغط على نفسه وهي بتضغط على نفسها كل واحد بيتعب للوصول الى الاخر يا محا لكن بعد كده كل واحد بيحصل استراحة بقى تحقق الهدف وهو الزواج بدأ ما بقول الشطار لان الزواج ده فن العلاقة الزوجية دي فن وموهبة ولازم اللي اتنين